أهلا بكم من جديد كتاب وشعراء إدلب شمالي سوريا يعيشون واقعا سيئا فمعظمهم لا يستطيع نشر إنتاجه الفني والفكري بسبب ارتفاع تكاليف النشر وعدم وجود جهات ترعى الكتاب والباحثين أو تهتم بنشر كتبهم وبسبب الظروف الاقتصادية السيئة يبقى تأمين أساسيات الحياة أولوية بالنسبة إليهم على حساب نشر منتجات فكرية أو أدبية لنتابع المزيد متماهيا مع لغته الشعرية المستقات تعابيرها من الأرض والطبيعة وإرث الريف في شمالي سوريا يلوذ الشاعر عبد الرحمن الإبراهيم بالفضاء المفتوح للجبل ليهرب من منفاه الإجباري في مدينة إدلب بعد أن هجر من قريته لم يتوقف الشاعر عن الكتابة لكنه لم يستطع نشر أربعة من دواوينه التي لا تزال حبيسة الأدرج طباعة إلى بعدين في بعد تجاري وفي بعد ثقافي فالنشر ما لنصلح يطبع كتاب لا يباع ويخسر مهما كان حريص على الثقافي غياب الحرية يعني غياب الجمال حسب الشاعر الطين أبهى من قصور المخبرين ويرجع أسباب عدم اهتمام دول النشر بطباعة الشعر إلى غياب الجدوى التجارية من ذلك لا تقتصر أزمة النشر في الشمال السوري على الشعراء فقط بل تمتد لتشمل أصناف الكتابة شتى البحثية منها والتي تهتم بالتأريخ للمنطقة وحفظ تراتها توثيق التراث للشمال السوري هو الشغل الشاغل للباحث عبد الحميد نشلح ورغم أنه من السوريين القلائل الذين لم يتركوا منازلهم فإنه يعاني كغيره من كتاب إدلب فكثير من أبحاثه لم يكتب لها أن ترى النور حتى الآن فالناس هنا وضعهم المعيش والمادي لا يؤهل لطباعة الكتاب فأي كتاب يطبع يخسر خسارة لأن الناس في حاجة إلى ربطة الخبز أما دور النشر فهي شبه غائبة عن إدلب تحضر مكانها مراكز الطباعة التي تعمل بإمكانات محدودة وتعاني أيضا من ندرة الطلب على الطباعة طبعا هي طبعات تكون محدودة جدا بالنسبة للمطموعات الأدبية أو الشعرية أو العلمية طبعا السبب هي التكلفة الباهظة لأله تظل قضية نشر النتاج الفكري لكتاب إدلب حلما صعب المنال ما لم تتبنى مؤسسات تهتم بالفكر مسألة تمويلها رحيم ترسي العربي مدينة أدلب وللمزيد عن هذا الموضوع للحديث أكثر عما يواجهه الأدباء والشعراء والكتاب من تحديات نرحب معنا من إسطنبول بعبدالله حريري وهو كاتب وشاعر سوري أهلا وسلم بك معنا سيد عبدالله نائثا كما تبعنا الوقع مرير جدا ولا يترك فصحة لنشر الإبداع الفكري أو الأدبي إلى جانب التحديات الاقتصادية ما هي أبرز المعابقات التي تقف أمام شعراء وأدباء شمال سوريا أهلا بك أستاذ نادين ومرحبا بك وبالسهدى المتابعين جميعا باعتقادي أن المشكلة لا تتوقف على الكتاب أو الشعراء في الشمال السوري فقط الكتاب السوريين عامة الكتاب السوريين عامة عانوا من إشكاليات الحرب سواء على المستوى النفسي بالصدمات أو على مستوى الحال الأدبي والثقافي بالشكل العام وانشطاراتها ما بين داخل وخارج ومؤيد ومعارض والاتهامات والتكتلات التي أصبحت يدخل أو يبقى الكتاب والشعراء لكونكم خصصتوا في الشمال السوري الأكثر معاناة لأنهم ما زالوا في أحد أشكال الحصار الذي يخضعهم للصدمة المستمرة الصدمة بحد ذاتها إذا نظرنا لها على أنه أحد المشاكل التي تعرض لها الكاتب في دراسة لدكتور روبرت ميلر فأثبت أنه للصدمة علاقة إيجابية مع علاقة الكاتب بالألفاظ ولكن هي تحتاج إلى طور من التعافي طور التعافي غالبا ما تقوم به المؤسسات والمؤسسات إذا لم تكن رسمية فيجب أن تكون مرعية أو مقدمة بالدعم للأسف على مستوى المعارضة ومناطق سيطرتها غابت المؤسسات تماما أذكر بجوز أو كما أعتقد أو كما أذكر على زمن الحكومة المؤقتة الأولى كان هناك وزار ثقافة ثم ألغيت الآن لا يوجد وزار ثقافة لو يوجد مديريات ثقافة بالإضافة إلى الحريات أو مستوى نحن الآن نتحدث عن هامش حرية نتحدث عن فتح الحريات أمام الكتاب ليستطيعوا الكتابة أو التعبير عن الصدمة التي مروا بها بالشكل اللائع سيد عبدالله هل تعتقد أن الوضع يختلف أو قد يكون مغاير بالنسبة للشعراء والأدباء في بلدان اللجوء هل الأفاق أوسع بالنسبة إليهم أم على العكس لأنه ربما في بعض الأحيان في بعض بلاد اللجوء خاصة في أوروبا قد يشعر المبدع بنوع من التطويق الفكري لأنه منعزل عن بيئته وعن ناسه عن مرتكزاته الاجتماعية والدينية كثالك الكلام صحيح لا نستطيع أن نقول أن الذين خرجوا أو استطاعوا أن يخرجوا من دائرة الحرب قد نجوا حقيقة ولكن بالطبيعي تزداد احتماليات الوصول للفرص والفرص فيها شيء من الانتقائية لا نقول أنها لا تراعي بعض المعايير ولكن هناك بعض الكتاب والشعراء وحتى المشاريع الثقافية وجدت اهتماماً ووجدت دعوم مالية ووجدت دعوم بالإقامات وهناك مؤسسات ومنظمات كثيرة تقدم لمن خرج إلى هناك ولكن تبقى المعاناة النفسية حاضرة بمعنى البعد والغربة والاغتراب وخصوصاً في غياب المنتديات السورية الفاعلة على الأرض بمعنى وجود حالات تعبر أو تبني لهوية ثقافية في المنفى كما حصل في الهوية الثقافية الفلسطينية التي كانت هناك تجمعات أدبية وثقافية كبيرة تعبر عنها للأسف في الحالة السورية غائب هذا الأمر تقريباً ويتحول للأسف للأسف أن نتكلم عن ذلك إلى تجمعات شبيهة للشلالية وحتى كثيراً ما تتنافر وتزاحم بين بعضها مثلها مثل كل قطاعات الثورة السورية المعارضة حتى السياسية منها وتتبادل الاتهامات سيد عمد الله بالتأكيد تغلب على روايات أو كتابات الأدباء والشعراء السوريين في هذه المرحلة قصص المعاناة قصص النزوح والحرب هل تعتقد أن هذه أثروف أنتجت أدباً خاصاً بهذه المرحلة له خصائصه أم لم ينضج لهذه المرحلة للأسف لا نستطيع أن نقول أن الأدب السوري على كثرته على كثرة الكتابة فيه وخصوصاً بمجال الرواية على كثرته لا نستطيع أن نقول أنه استطاع أن يبني هوية خاصة الأمر أن الكثيرين عانوا في ظرف الحرب ومن يملك الحكاية يستطيع أن يكتبها وخصوصاً إذا كان يملك من أدوات اللغة الشيء القليل ومع ما تؤمنه دور النشر حالياً من مراجعات وإمكانات لإعادة تحرير المادة كاملة ولكن القدرة على صياغة الحكاية لا تعني بالضرورة الوصول إلى هوية أدبية واضحة تستطيع أن تحول الثورة السورية إلى قضية للأسف لم تصل إلى الآن ولكنه يعتبر برأي أمر طبيعي فإذا ما قصنا المسافة الزمنية ما بين ثورة 36 في فلسطين مثلاً وظهور مجموعتين المقاومة والثورة في فلسطين بين 63 و64 مع سجل أنا عربي لمحمود درويش ورفاقه من الشعراء فكان هناك حفاظ الزمني لم تمر به الحالة السورية إلا أنه المفقود في الحالة السورية هو غياب المؤسسات وغياب حتى المنتديات ذات الطابع الذاتي التجمعات الذاتية للكتاب والشعراء وغيرهم نعم مناطق شمال سوريا تفتقد لدور النشر أما الطباعة في دول الجوار فهي مكلفة جداً وبالتالي هات حدة من الإمكانيات زد على ذلك هناك أيضاً غياب كما قلت قبل قليل غياب الفعاليات الثقافية خاصة تلك التي تتوجه مباشرة للشعراء والأدباء كيف يمكن تحفيز هذا الجانب الثقافي في طل الأوضاع الرهنة هذا الكلام صحيح جداً ولعله أستاذ نادير أسوأ مما يوصف فيه فيه حك كلاماً الدور النشر تكاد تغيب أو غائبة عن الشمال السوري المطابع الطباعة حتى هناك جريدة أو اثنتان يطبعان في تركيا مثلاً دور النشر التي تعمل خارج سوريا في تركيا أو غيرها تتعامل بالعملة الصعبة بالدولار والدولار بالنسبة للقاطنين بالشمال السوري هو مصيبة المصائب بالنسبة للكاتب إذا ما أراد أن ينشر كتابه هو دور النشر للأسف تتعامل كما أردت في تقريركم بشكل مادي بحث بعيد كل البعد عن احتماليات أي هم أو مشروع ثقافي ما يمكن العمل عليه حالياً لا أعتقد أن الحكومة المؤقتة أو الجهات القائمة في الشمال السوري قادرة حالياً على التوجه أو على إعادة بناء مؤسسات ثقافية وخصوصاً أن أغلب المثقفين والكتاب أصبحوا يجنحون إلى المعارضة الشديدة لهذه المؤسسات القائمة حالياً يمكن النظر إلى الحلول من حيث الحصول على دعوم مالدية بإنشاء منتديات ونقابات ربما أو اتحادات هل الأمر يتعلق فقط بالجانب المادي أم هناك ربما ضرورة لإيجاد حاضنة ثقافية لكل هذه الانتاجات ربما دور أيضاً يعول على المؤسسات الثقافية لكي تقوم بالإضاءة على هذه الانتاجات صحيح لا يتعلق الموضوع بالأمر المادي أو المالي فقط ولكن الهم الاقتصادي في الشمال السوري وصعوبته يجعل من الدعم المالي ضرورة ليتمكن الكاتب من التفرغ لكتابته ولكن إقامة المنتديات وتفعيل المراكز الثقافية على فكرة في الشمال السوري توجد مراكز الثقافية في إدلب أقيم معرض كتاب ولكن الوصول لدعم أكبر من مشاركة دور نشر في هذه الأمور إيصال عنوين أكثر ضمان حرية تشكيل العناوين الفكرية والفلسفية والمعتقدية ولأغري في ذلك المنتديات تفعيلها هو الذي يصنع الحاضنة لا نستطيع أن نقول أن نبني حاضنة قبل إيجاد الفعالية نفسها كثير من الناشطين أو من الناشطين الفاعلين الثقافيين بمجال الكتابة أو بمجال الفنون غناء ورسما متعطلين عن أعمالهم بسبب انشغالهم في تأمين احتياجاتهم اليومية بالإضافة لذلك ننظر للشمال السوري وكأنه مجال النشر والترويج فيه فقط الشمال السوري يجب أن تكون هناك جهات ترعى إيصال هذه الأعمال للقارئ خارجا وللمشاركة في معارض الكتب ووجودها في المكتبات الأخرى لكي تستطيع التفاعل حقيقة للأسف بس أختم معك حضرتك كاتب وشاعر وأود أن نختم بمكتطف من مؤلفاتك لو سمحت وعوثا عن المقاطع لأنه انتهى الوقت المخصص لهذه الفقرة معك لا عليك لوحت له حين مشى بأصابع تتوجها أسماء المدن كان أهدر آخر الوقت بالكبرياء ولم يقل ما أراد قوله ليته لم يهدن النار لعل خصومتنا كانت أقل شراسة حين كنا في المقهى وضعت قبعتي على الطاولة بشعره الطويل وذقنه التي كذقني وضع البلاد على الطاولة مرت الشام بيننا كالأرملة رفعنا لها قرابين الأنخاب الحمراء وراجعنا الذكريات مع السجائر والشتائم معا تفاجأنا بالكلاب الأليفة والمترو والمولاة المكتظة بالأزياء والنساء سريعات المرور وأننا نتسع للغة طارئة في البلاد الطارئة حدثته عن امرأة حجرية تنسل إلى سريري بعد كل مجزرة حدثني عن زرقة الحليب في وشيجة السور العجوز والرعشة المتكسرة قلت له لمرأة إلا حبيبتي صاحبي باب الأرض أحمر باب الأرض أحمر باب المدينة أحمر باب البيت أحمر مذتركت أمانيك الصغيرة عشها ولم تعد لقيامة متأخرة جزيل الشكر لك بعد هذا الكلام الجميل لا يسعنا إلا أن نرفع القبعة لك شكرا جزيلا لك من إسطنبول عبدالله حريري كاتب وشاعر سوري ترجمة نانسي قنقر